السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان شاء الله النهاردة هناخد برنامج ممتاز اسمه Sites in VR او المواقع او الاماكن في التجول الافتراضي او الواقعي دلوقتي هننزل برنامج اسمه Sites in VR البرنامج ده 29 ميجا بايت هسيب لكم رابط تحميله اسهل فيديو المنامج هنفتحه هيظل لنا بالشكل ده اول حاجة بيقول لك دي الاماكن الموجودة اللي ممكن تتجول فيها تجول افتراضي او واقعي زي المساجد المعابد القصور المتاحف الابراج الحاجات الداخلية المنازل المشهورة المعابد الحضائق الطبيعة وغيرها والفضاء وغيرها من الحاجة مثلا هنختار country ايجبت من على اليسار من فوق اليسار country او البلد نضغط عليها ضغطة ونختار ايجبت مصر هنشوف بقى كده دي كل حاجة في مصر متصورة الاهرامات والمساجد المشهورة والكلام ده خلينا مثلا كايرو تضغط علي مسجد اسمه مسجد العصفور مسجد العصفور تضغط علي ضغطة بيحمل طبعا لازم تكون على النت في البلنامج ده شايفين تقدر تتجول في كل المكان في المسجد فوق وتحت وفي الحيطان وفي كل مكان تمام في عنامة دايرة كزا دايرة مع بعضهم ده بيقولك انت هتتجول في المكان ده يعني ممكن تدخل المكان ده هتضغط علي ضغطة بايدك يبدأ ينقلك للمكان الجديد من المسجد اللي هو صح من المسجد بيحمل زي ما انت شايفين طبعا لازم تكون على النت جاري التحميل تمام حمل تلاحظوا ان الجودة عالية وانت لو كبرت كانك بتكبر صورة بالظبط الجودة بتفضل زي ما هي الجودة الى حد ما عالية عالية جدا بتقدر تشوف صح ان المسجد من جميع الزوايا والسقف حتى الارضيات بتقدر تشوف الارضية كأنك جوه المسجد داخل المسجد بالظبط تمام وبعدين فيه كمان دايرة مجموعة الدواير التانية هنا هنضع لها ضغطة يدرك لخارج المسجد كمان زاوية من خارج المسجد تشوف المسجد من برا صورة المسجد وتلف في جميع الاماكن من جميع الزوايا تلتمية وستين درجة كأنك في المكان بالظبط كمان لو انت عندك نظارة الواقع الافتراضي نظارة اللي هي اللون من الالوان بتاحها عدسة من عدساتها احمر واللون الثاني ازرق عاملة زي نظارة الشمس كده لو ضغطت ضغطها واخترت الاختيار اللي هو مش الفيديو اللي جنبه الفوق على اليمين تلت واحد على اليمين علامة النظارة دي لو ضغطت عليها بيقول لك انت عايز تستخدم انا هنهي نظارة بالظبط تختار النظارة اللي هي موجودة عندك وتبدأ تشوفها تشوف تلبس النظارة وتتفرج على الجميع الفيديوهات دي او جميع الصور دي بزاوية 3D طيب لو انت عايز تسجل فيديو هتضغط على علامة الفيديو ويبدأ يسجلك فيديو هنشوف الثلاث نقط اللي فوق دي حاجات في اعدادات للصورة ما نصحكمش اللي ترعبوا فيها الا لو انتم عارفين بالظبط يا بتعمل ايه اللغة ممكن تحول العربي عن طريقة تضغط على كلمة عربي تبدأ تحول كل حاجة في البرنامج العربي العربية القاهرة مسجد عصفور مدخل مسجد عصفور لو انتم شوفته على يمين فوق لو ضغطت عصف يرجع لي ورا اضغط كمان اشوف مثلا جامع القائد ابراهيم اضغط على ضغطه جاري التنزيل زي ما انتم شايفين جامع القائد ابراهيم كل حاجة تقدر تشوفها بكل وضوح وتتجول في المسجد ممكن تحرك الموبايل نفسه تحركه فوق او تحت او في اي مكان او في اي زاوية زي ما انتم شايفين انا بحرك الموبايل دلوقتي تقدر تشوف جميع الزاوية برنامج ممتاز طبعا اللي عايز مثلا يشوف يزور بلد ما ماشي اي دولة انت عندوك جميع الدول هنا سعودية المغرب اليمن تركيا فلسطين لوكسنبورج هولندا مكدونيا البصنة والهرسك الكويت مثلا الكويت نضغط على الكويت لو انت عايز تروح سياحة لأي بلد من دي وعايز تشوف المعلمة السياحية اللي فيها او الاماكن المشهورة اللي فيها من غير ما تسيب بيتك ولا تسيب مكانك ولا لحظة تقدر عن طريق البرنامج ده تشوف كل الحاجة اللي انت عايزها وسط المدينة في الكويت جارة التحميل جارة التنزيل بينزل مجموعة الصور زي ما انتوا شايفين الصور واضحة الصور واضحة جدا وممتازة ارجو ان يكون الفيديو عجبكم وان شاء الله اصيب له قرابة تحميل البرنامج اسفل الفيديو من متجر جوجل بلاي ارجو ان كلها تنسوني بدعمي بلايك وما تنسوش طبعا الاشتراك في القناة شكر جدا لكم اشتركوا في القناة